98 أسبوع هو مكان نحن بلشنا كمشروع بحث والفكرة هي من الإسم أنه كل فترة 98 أسبوع نغير تبع الناس لكن 98 كمان مفتوح في هذا الناس بيصير كثير أشياء ونشاطات مثل مثلاً سكرينينج تاكس 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 بعدين فيه صار فيه نوع من كميونيتي مهتمة بهيدا المكان ومهتمة بشو يعني شو عم بيصدروا هيدا المكان بلشنا أول شي عملنا ريسورش عن المدينة والمساحة المدنية ببيروت هيدا مثلاً نحن أصدرناها مع بيك فاندر بول وهو كمانا كولكتف من روتردام وقشوا على بيروت وكان بدون يطلعوا على كيف السيرفيس يلي هو وسيلة التنقل هون ببيروت فهو نوع من ما بين التاكسي والميكرو باس يعني الشي ما بين فهنا كانوا حابين يطلعوا على كيف اللغة يعني بتصير ما بين خاص وعام الفكرة أنه نطلع على المدينة من خلال وسيلة التنقل هيدا وبعدين عملنا ريسورش عن المطبوعات كبحث ركزنا على مجالتين واحدة من المجالات هي مجلة الهلال يلي بتصدر بعدها لهلأ بالقاهرة والمجلة التانية هي مجلة شعر يلي وقفت تصدر بس هي مجلة كانت تصدر بربنين وكان في وراها مجموعة من الشعارة يلي هنبلشوا بهذه المجلة فعملنا للمجلتين سامينارز وكان عزمنا ناس أراب كانوا من هالمجلة يعني أو قراء أو كانوا يكتبوا بهذه المجلات وطلبنا منهم أن يختاروا أعداد ويرجعوا يعيدوا قراءتهم بس بارالل لا هيدا الشي كنا كمان عم نشوف ببليكيشنز يعني هلأ موجودة وعم تصدر مثلا بيجز واحدة منهم فعزمنا كتير ناس أو كلكتبز وكنا عم مركزين أكتر على الارتس ببليكيشنز مثلا هنا في الببليكيشن طبع سيتاري شهبازي كمان عطتنا إياها كمان عملنا الارت بوك فير صغيرة للإنديبندنت بوبليشرز يلي مهتمين بالمطبوعات الفنية وكمان عملنا بازار هيدا متل إيفنت كان وين الناس كان فيون يجو يتبادلوا كتب مثلا هيدا الببليكيشن لجانا ترابلسي اسمها إيلو وعطتنا إياها بالمشروع البازار هلأ مبلشين ريسورتش جديدة اسمها فمانيزمز مثل جروب ديسكشنز في اجتماعات مغلقة بـ 98 ويكس ندعي عليهم كل مرة ناس جديد ونبلش نعمل نوع من تفكير وبرينستورمينج على شو ممكن يعني مكان الفكر والتفكير النسوي بآخر عشرين سنة شو محلون اليوم بس طبعا بإطار الفن مشروع الراديو بلشني مع نورا رازيان و لورنس أبو حمدان وبلشني ماي الماضي ضمن هوموركس سيكس وهو ويب ريديو فكمان من خلال الويب سايت طبعا 98 ويكس فيك تتسمعي على كل الحلقات اللي عملناي هون لحديث هلأ هو فكرته انه كيف الكراءة الروائية يلي هي عادة واحد بيعملها لحاله بصمت كيف فيها تتحول او تصير كراءة جماعية والسؤال هو دايما يلي بينطرح انه شو بيصير بالقصة بس تصير مقرية على صوت عالي فهيدي فكرة الراديو وكل المشاريع يلي بيصيرو ضمن هيدا الراديو وبنفس الوقت بنعمل ادتينج لخمسة عشر دقيقة ومنمرقون علاجو لبنان